مرحبا نحكي على اجتماع صار بين المقابرات التركية والمقابرات السورية والروسية اليوم انتهى الضوار بلشوا 7 الصباح انتهى الضوار نبارح عندنا خبر الاجتماع بس نطرنا لحتى اعرفنا النتائج طبعا الامريكي عنده خبر هذا ما حضر ابراهيم قالين حضر وفد من المقابرات لان الساداك متعين بشكل رسم انا قبل مرة قلت انه بشار طلب من الروسي يحكي مع التركي يشيله حقان لانه حقان ما كان موافق على الخط هلا هدول ما انه تقريبا موافقين 80% 80% لكن طلبوا انه يرجعوا مرة تاني لقيادته يعني ما تقرروا البنود الثلاثة الي نحطوا بالنقاج ما تقرروا بشكل يعني نهائي لكن هاي البنود الي حكوا فيها احنا احكيكم اياها طبعا انا الفيديو تبع حقان هلا اعطوكم مقرع منه وقت لي حكيت هيك هم؟ الاسد يقدم اقتراح هم؟ لروسيا وروسيا بتوافق عليه الاقتراح يطلب من اردوغان عزل حقان عن الملف في السوري بتعرفون انه الزيارة اللي صارت من حقان اخر شي من يومين ثلاثة وبعض المظاهرات والكذا فكان تقييم المخابرات التركية انه الموضوع اللي حيام منا مشكلة من قوم كبيرة مع 8 مليون سوري موجودين باستنبول وما رح يمشي يعني اجلوا الموضوع بردوغ فنزعجوا كتير الروس وال والسوريين اجتمعوا المخابرات السورية امن الدولة امن القومي ولقوا انه قيموا الموضوع فلقوا انه السبب هو حقان انه خايف كتير من الشعب السوري وانه اخذ بعين الاعتبار كتير هدي القضية ومدري شو فالغلط منه يعني الغلط من المخابرات التركية مو الغلط انه هن يعني ماشيين بالطريق غلط فاقترحوا على اقترحوا انه سوريا تبعت رسالة مع روسيا يعني مشتركة لحتى اردوغان لحتى يعزله عن الملف لان تعرفوا ملف امن قومي تركيا بالتالي المخابرات لها الكلمة الاولى واردوغان ما بحسن يقيم هذا الموضوع بدون مؤسساته يعني وزارة الدفاع والخارجية ما بتحسن تقيم متل تقييم المخابرات وحقا بالملف من زمان وهو اللي عمديره وعمليه فقرروا يبعتوا رسالة كتبوها كتبوها ووقع عليها بشار واجل الروسي يوافق عليها وهلأ بده تكون يعني بارحة صارت بده تكون يعني هلأ يا وصلت لاردوغان يا لسه ما وصلت بقى انا عمقول لأخي حقان انتبه شوف مين سيوصلها يدي الرسالة واذا بدك يعني اذا بدك حكي مع الشباب لانه شباب كان منهم الناس بكتابة هذه الوثيقة واذا بدك يعني حكي معهم تليفونات عم تحكوه انتو حكي معهم بالمهام يعني تعرفون اه حكي معهم وخلي يعطوك الصورة عن الوثيقة يعني مو ضرور يا اردوغان يقول لك لوجك يعني صورة عن الوثيقة ومين موقع عليها اذا بدك هم فالموضوع انه هلأ يعني بدك تعرف انه انه انت يعني في عليك يعني في حد عم يفسفس عليك عم تدخل بالشأن الداخلي التركي ما بعرف صديقك اردوغان قديش ضغط عليه الروسي قديش ضغط عليه بوتين ما بعرف بس انت اليوم انت كشخص كرئيس مقابرات يعني هلأ يعني صفيت ستذهب ضحية ضحية الاسد الاسد اللي عم اشتغل فيك يعني بده يقيلك بده يقيلك من المحل وما بعرف انا اذا كان الروسي ماسك عليكم شي ماسك عكذا اردوغان بضحي فيك ولا لا فصار تنقل المعركة للداخل التركية فالمظاهرات السورية شو عملت خربطت خربطت كل المتآمرين مهم ايه فهذا الموضوع صار فيه ثلاث بنود يعني نحكى فيها ولكن التركي بده يقيم يعني بده يرجع لقياده لانه الوقت الاجابة ما معه الصلاحية يوقع البند الاول اللي هو التطبيع السريع مع النظام تطبيع التركي السريع مع النظام وتسليم المناطق المتفق عليها بالم4 والم5 وقسم كبير او نص الجيش الوطني ينضم للنظام ويصير يعني ويصير مثل الفرقة الخامسة تبع احمد العودي يعني رديف للروسي لكن اسما تحت الرقابر التركية والتركي ما رح يكون له شي يعني حتى ماء وجه انه لساهم مع تركيا بس انه عايزيروا بامرة الروسي عمليا نصف الجيش الوطني بتعرفوا راحة فصائل واجتمعوا بحلب مرتين ثلاثة يعني من جيش الاسلام ومن قادات اخرى وحكوا عنهم يعني نحكى عنهم بالالة طبعا هدول يعني اللي بدون ينضموا يعني الرقابة التركية رح تكون ظاهرية القيادة الحقيقية هي روسية ولح يصير تسليم المناطق بشكل مفاجئ يعني بعمل عسكري سريع عمل عسكري سريع بيقوم فيه النظام طبعا نحنا ما من قاتل جماعاتنا بيجيون اوامر مت قاتلوا مثل عادية مثل تسلموا صراقب وسلم وهوديك وسلموا شرق السكي بتصير حرب سريعة بيطير اردوغان لعند بوتن بيوقفوا اطلاق النار شو بيكون النظام اخدها المناطق يعني بس نظام ياخد المناطق اللي بده ياخدها اردوغان بيوقف اطلاق النار على الوضع الراهن بتكون راحة المناطق بس هذا كله مسرحية مسرحية اتفقوا عليها بهذه الطريقة طبعا هذا الاقتراح سبق انه لحقان رفضوا الحاضنة الشعبية ما بترضاه ونحنا ما نكسج بشي من هذه العملية هاي العملية بده يقوم فيها التركية بده مقابيلة شو اللي مقابيلة اللي مقابيلة انه يضرب الاكراد هو بده يضرب الاكراد يعني ده يضرب مناطق قسد طبعا ما لاح يفوت عسكريا بس لاح يضرب النظام لاح يبعد قوات تساند قسد عرفتو كيف؟ يعني في قوات للنظام لح تفوت تساند قسد لا تحمي المناطق تحمي الحدود السورية فالتركي بالتصعيد طبعه بالضربات الجوية والمدفعية والكذا والآخرية بيجبر القسد على انه تستعين بالجيش السوري جيش جيش النظام وتفوت جيش النظام ما بيطلع عرفتو كيف في اللعبة؟ انه هو بيهدد ويتهجم على الاكراد وعلى الكذا والآخرية بيقوم القسد وتفوت جيش النظام جيش النظام ما بيطلع لو هو جيش النظام له وحدات يعني له مراكز صغيرة وفيه شرطة وفيه كذا وفيه وحدات وفيه وحدات للروسي وفيه لحزب الله وفيه الخراساني يعني قسد ما كتير بعيدة عن هذا المشروع اي فهذا الخطوة رح تكون تقريبا بالتزامن يعني ده تصير معارك يعني بالشمال هاي المعارك بتصير هيك يعني جيش النظام يقتحم وجيش تركي يضرب بيقوم جيش النظام بيبعت عناصره لوين؟ لجوات قسد بياخد المناطق وما بيطلع منها طبعا هذا الاتفاق يعني الروسي التركي النظام السوري انه يطالعوا امريكا امريكا هي المحتلة الوحيد بسوريا هيتتفاقوا مني التركي ليش بيعتبرها محتلة لانه عم تدعم الكرد والروسي طبعا طبيعي يعني عم تحاربوا امريكا والنظام طبيعي ايه الطلب التالت اللي اكتفقوا عليه وفعلوه يعني اللي هو تسليم شخصيات من تركيا سبقوا حكينا عن 25 شخصيات الاسماء لم تناقش المرة لانه محددة مسبقة يعني ما عرفنا الاسماء انا قال له عرفنا الاسماء منحكيها كله بس ما عرفنا الاسماء لانه بس ده البنت كماني رافق مع البندين الأولانيات هلأ شو الامريكي وين هو من القصة؟ الامريكي مطنش ساكت يبدو انه الامريكي بدو يورط للتركي الامريكي بدو يخسر التركي الورقة السورية بدو يطالعوا يعني بطريقتين واخرى حاولنا نحنا نكون يعني نعمل مشروع بحيس انه نحفظ الامن التركي ونحفظ مصالح تركية ونخلي علاقتنا طيبة جدا مع التراك مقابل انه يعني يتركونا موضوع الادارة المناطق والجيش الوطني والاخرية حاجة يعملوه مرتزقية هذا المشروع اشتغلنا عليه وشغال لسه والامريكي مقتنع فيه ولا لحن وسعه نعطيه رؤية متكاملة للحل في سوريا ضمن هذا الاطار والامريكي قال انا للمشروع ممتاز ومفيد وهذا بالنسبة لكم بحقق قرار 22-54 بطريقة عملية جدا وبيد الشعب السوري بقول لهم اهداف القرار راح تتحقق من خلال هذا العمل السيناريو اللي حتى ينال لهم فان شاء الله الاجتماع القادم اللي حصير بدولة خريجية ان شاء الله اللي حنطرح لهم ونناقشه مطولا والامريكي قال انتو اذا صارت مشاكل او معارك انتو خليكم مع جنب انتو مشروع ليس للحرق ليس للحرق عدوا تفرجوا فانحنا موجودين وسجناءنا لساهم بالسجن والتركي يرفض اخراجهم بالعكس عم يعتقل ناس جديدة يعني ماتقل ناس وماتقله مرته ولاده عرفت كين يعني ماتقل ناس جديدة وعم يصعد بالاعتقالات وبيقولنا لا اعطوني واقت لا مدري شو يعني عم يلعبا انه في النهاية في النهاية التركي شو بده بده يشوف نمشي مع الروسي ولا امشي مع الامريكي حتى الان 80% ماشي باتجاه الروسي ونحنا عم نحذره لح تخسر لح تخسر ورقة سورية لح تعمل خسائر عسكرية ولح تتعرض بداخلك انت لمشاكل يعني لح يفعلو لك مشاكل في الداخل في الداخل عندك انت ولح تخسر في النهاية هاي دي مشكلة يعني مشكلة التركي بيخسر ويخسر لح تخسر في النهاية الروسي ما قادر يعمل شي والنظام ما قادر يعمل شي وقصد لحالة تهزم النظام فما تفكر ان النظام بفوته ولجماعتنا نحنا هتركوا يقاتلوا بيهزموا النظام بس انت لح تعمل مئة ليون دعبة مليون دعبة لحتى ما يقاتلوا وهلأ عم نبهن للشباب لشباب الرباط يا شباب يا اخوتنا يا كذا اوعة تاخدوا اوامر من حدا قاتلوا ولا تسمعوا للنظام يفوته الخطة العسكرية طبعا تمكن تغير بس الهدف العسكري ما يزال ببعض هدف هاد بس الخطة التكتيك والاليات تغيروها 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 لح تخصرهم ولح يرجع التركي صاغرا ويقبل بكل الشروط الامريكية هذا التصور الامريكات تركوا يلعب على كيفه وانتوا عدوا تفرجوا تركوا يلعب على كيفه لا يخسر ايه لانه هدف كان الروسي والنظام انه يضرب التركي مع الامريكي وهذا اللي حيصير يعرفتو كيف؟ يعني مشي معهن بطريق غابي جدا رايح يضرب الحليفه التاريخي الامريكي رايح يضربه وياه مين بيخسر امريكا تخسروا لتركيا برايكو هذا الهدف اللي حيصير ومفكرين هنه انه هيكي رح تخرج امريكا بسوريا ايه انا حكيتلكم ما وصلني من معلومات متقاطعة من داخل النظام وخارجه وهي المعلومات نحن عم نحكيها لكم لحتى تعرفوا شو عم يصير وشو حيصير وكبعا انا كمان رح نقدمها للتحالف نحطهم بصورته وعما نحذر التركي ما تلعب العرب ما تلعب العرب ترجع حقاني دير الملف لانه انتو ما بتعرفوا هاي الناس اللي جبتها جديد ما بتعرف هاي ادارية ما بتعرف بترجع حقاني دير الملف وبترجع لمشروع تبعنا وبتطالع السجناء وبلا ما تخسر وتخسرنا مرة تانية ما حدا ما حدا بيحفظ مصالح تركية الا اصدقاء من الشعب السوري بدك تعطيهم حريتهم ليكونوا اصدقاء ند اليك يكونوا احرار وتروح تسلمون للنظام والايران والروسيا وتشغلون عملاء ومرتزقة يا مرتزقة عندك تاخدهم عزربيجان وليبيا ومدرشون يا مرتزقة عند الروسيا اخدهم عكرانيا وعند الايران يمدرشون ترك الشعب السوري تحرق ويكون صديق اليك ويكون يعني بوابتك الى الشرق العربي كله ويكون حليفك التاريخي ما عم بفهم عليهم ليش هيك عم ساوه لماذا لا تهتم القيادة الكودة التركية بالامن القومي التركي بمصالح الاستراتيجية لتركيا تهتم اكثر بالمصالح الصغيرة او تحط نفسها تحت ابتزاز هاد وهاد 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 او في فساد على مستوى عالي يعني ما حدا سائل عن تركيا تركيا رح تغسر تركيا رح تعرض للخطر بسبب الخطأ الاستراتيجي في قيادتها في قيادتها نعم حاول وعي صحح وحاول حزر لكن يبدو انه ما حدا رح يسمعه لانه وعدونا مئة مرة انه طالعوا المساجين وطولوا بالك اخراج السجين شو طولوا بالك طالعوا بدك يعني بدك شو اسمه بدك تحاكموا على شغلين معك باته في ناس ببورتك بين جريمة قتل بيطلق يطلق صراحة تحت زمة المحكمة يعني اخراج السجين وللاطفاله يعني اولاده للمطلوب يعني ولد عبره 13 طالعوا طالع مرته مثلا لا لا بييني واضح كان الرسالة التركية انه هو لن لن يسمح لنا بان يمشي مشروعنا ليش لانه في بمخه مشروع تاني هلأ بيين مشروع تاني انا بعطيك 3 شهر اذا ما رجعت نادما وخسران يقولون تقع حاسدني يا تركي وما بيتهدى الكردي لا معك ولا معك بعد ما ينتصر عليك ويبهد لك ويعمل عمليات داخل تركيا ما باعش وش بصير هذا هذا ولسه القبائل العربية عم يشتغلوا عليها الأمريكان وقدرشو شي مخجل يعني شي مخجل نحن نحارب بعضنا اللي يستفيد غيرنا شي مخجل طبعا هذا لا يعني انه نحن ضد القضية الكردية على اطلاق القضية الكردية والشعب الكردي أهلنا لكن هاي الأحزاب السياسية والقوى الميليشيات لا تمثل لا الشعب الكردي ولا الشعب السلو هاي الميليشيات اللي انتم اعتمدينها لا تمثل أحد الشعب مش هون الشعب مش موجود هاي دي ناس منتفعة ومرتزقة وأصبحت يعني سلطات أمر واقع ايه هذا اللي احن نحكيه اللي حنوقف عنده والأيام ستثبت ستثبت انه هذا المشروع خاسر اتمنى انه ما يمشه اتمنى انه ما يمشه مصلحتكم معنا مش مصلحتكم مع النظام برجع بقولك للدول العربية ولتركيا مصلحتكم مع الشعب السوري وليس مع النظام لا تغلطوا هذه الغلطة نعم يدفع مصلحتكم مع النظام مصلحتكم مع النظام مصلحتكم مع النظام